لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد حقيقة انه هناك من يسألوني هل الحراك مساود نعم الحراك تم الاستلاء عليه الحراك استولوا عليه أولئك الذين أسميهم بقايا عن طرزوابري من جماعة الإرهاب الذين كانوا يدافعون على الجياة في التسعينات والذين تحالفوا أيضا من جماعة الماك الانفصاليون والإرهابيون أو بقايا الإرهاب هم الذين استولوا ولكن يجب أن نؤكد على أمر هام حتى لا نعمل أنه يوجد في الحراك من الجزائريين الذين لديهم وطنية كبرى ويخافون على الجزائر وليست لديهم ثقة في السلطة وما زالوا يريدون الضغط على السلطة لأن حقيقة الحراك لو بقي في إطاره إطاره الذي كان عليه في فيفري وتمت له واجهة صناعة له واجهة حقيقية سواء من السياسيين ومن النخب لكان ورقة ضغط حقيقية على السلطة يخليها تستجب بسرعة وبقوة أكثر إلى مطالب الجزائرين ولكن عندما تحول إلى مطالب راديكالية إلى مجموعات أخرى لديها أهداف أخرى غير الأهداف الجزائرين أعتقد أنه أصبح نقطة ضعف لذلك استرجاع الحراك من هؤلاء سيكون قوة وكيف سيتم استرجاع هذا الحراك؟ أؤكد لكم أن الجزائريين عندما يذهبون إلى صناديق الاستفتاء ويقولون لا ويرفضون ويتمكنون من عدم تمرير هذا الدستور هذه لبنة جديدة لاستعادة الحراك الشعبي وتحريره من هؤلاء الذين هيمنوا عليه ويستغلونه لحسابات خارجية ولأجندات خارجية ولمشاريع الفوضى الهلاكة التي تدمر الأوطان ولا تخدمه فيها إخوة سألوني هل السلطة تنوي تعديل الدستور مستقبلا؟ نعم المعطيات تقول هكذا تصريحات العرابة أحمد العرابة الذي كتب الدستور والذي قال بأن عناصر هوية ستختفي مستقبلا من الدستور هذا معنى كيف ستختفي؟ إذن سيكون تعديل إذن أكاتب الدستور نفسه يؤمن إيمانا قاطعا أن هذا دستور مؤقت وهذه الكلمات أثارت ضجة عارمة في الجزائر أيضا ترقية المادة الرابعة التي تحدث عن ترقية التمازيخ يعني أن الدولة تعمل على ترقية هل سيبقى هذا الدستور طول عمر هي الدولة تعمل على ترقية؟ وما هي وصلت ورقتها ودرتلها حروف ودرتلها قواعد ودرتلها كتب ودرتلها مؤلفات وكذا وكذا ومبعد إذن يجب أن تنحي علاقة تتوقف عن الترقية أم تقعد الترقية طول أم أن السلطة عارفة بأن عمرها ما تترقى ستبقى كما هي لأن المشكلة الأساسية أن هذه المادة تستعمل لأسباب سياسية وإديولوجيات مستوردة وليس من أجل طراث ثقافي في المجتمع نعم هذه الحقيقة ودائما أنا أقول أنا شاوي وأعتز بشاويتي ولكن يجب أن نفهم شيئاً أروحوا إذا كانت تريد هذه اللهجات تكون لغة وطنية أعطوني شوية كتب ألفوا بهذه اللهجات أعطوني مكتبة من قل لكم سأعطوني دولة أو أعطوني جامعة في العالم تدرس بها أعطوني مكتبة مكتبة فقط ألفت بها هذه الكتب ألفت فيها مؤلفات بهذه اللغة حتى 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 روايات ما فيش أنت تدستر لغة غير موجودة أنت تدستر لها جات ممزقة ومتفرقة ومتناقضة ومختلطة بلغات أخرى وليست لديها حتى حروف متفق عليها وتريد دسترتها كلغة رسمية وهي غير موجودة أوجدها أولا وبعد ذلك دسترة كما قلت من قبل أنه كان من المفروض أن يتكون هناك انتخابات برلمانية من البرلمان يتم تعيي اللجنة هذه اللجنة هي التي تكتب الدستور وتعده وهذا الدستور يجب أن يكون في أغلبيته مواد صماء لا يتم تعديلها ربما تكون هناك بعض المواد التي يتم تعديلها في حالة الضرورة مع تطورات العصر فقط ولكن أن الدستور يا جماعة هو توضع في كليات أساسية وليس التفاصيل التفاصيل تترك إلى رئيس الجمهورية من خلال المراسيم من خلال القوانين التي يتم تعديلها ولكن مبادئ الدولة وتسييرها وطريقة طبيعة نظامها وعلاقة الشعب بالسلطة وعلاقتها بمؤسسات الدولة ومثل هذه الأمور كلها وهوية الدولة كلها تكون مواد لا تقبل التغيير أما أنه قد خلي لي ربع مواد صماء ولا خمسة ولا مجموعة من المواد وبعد ذلك تقول لي أن هذا الدستور كان تناوي أصلا تغيره مدام عاملة غير مواد يعني الدستور الرئيس القادم يجي ويبدأ يغير كما يحبه وخلاص نبق حياتنا كامل نحن ننتخب رئيس يجي تغيرنا الدستور هذا مستحيل نقدر نمضي إلى الأمام لذلك من المفروض أن يوضع دستور هذا الدستور موضوع من أجل أن يتم تعديله وهذا لن يخدم الجزائر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله